أم هل تظنون أن أفعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم كلا والفكلا فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد يتوجس التيار الصدري خيفة من مقترحات داخل الإطار التنسيقي لتقديم حصة من المحافظات إلى الحنانة وذلك كبادرة لحسن النية وهو أمر لم يلقى ترحيبا من قبل الصدريين الذين يرون فيه محاولة لطوريتهم أمام جماهيرهم ويرى مقربون من زعيم التيار مقتضى الصدر أن ترويج الإطار لمنح المناصب للصدريين هدفه التغطية على رفض الشعب للمجالس المحلية وانتخاباته وتراجع نسب المشاركة النتيجة عن مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب بمن فيهم أنصار التيار الصدري وتقول مصادر عليمة من الحنانة حيث معقل الصدر لواني نيوز إن التيار الصدري لم ولن يقبل بأي منصب في الحكومات المحلية ولا بأي منصب أيضا في حكومة السوداني وأن كل ما يروج له الإطاريون بشأن منح التيار الصدري مناصب معينة عار عن الصحة سيدنا فيما يخص الكتل الأخرى في تشكيل الحكومة وجرى الحديث مؤخرا عما وصفه إطاريون بأنه عربون محبة وهو عبارة عن مقترح تقدم به بعض قادة الإطار من بينهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس اتلاف النصر حيدر العبادي وذلك لإشراك الصدريين في إدارة ملف المحافظين الجدد وهو أمر لم يلقى حماسة من جانب قادة آخرين في التحالف الشيعي من أمثال رئيس اتلاف دولة القانون نور المالكي والأمين العام للعصائب وفي وقت سابق كشف أمين عام تجمع أجيال محمد سعدون السوداني كشف عن اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي الأربعاء وذلك للاتفاق على تشكيل الحكومات مبينا أن الإطار سيشرك التيار باختيار المحافظين كعربون محبة وتعليقا على هذه المعلومات تجزم المصادر الصدرية بأن التيار الصدري لن يقبل أي تهبة من الإطار التنسيقي والصدر لن يشترك مع الفاسدين بأي أمر وأن أبواب الحنانة كانت وما زالت مغلقة بوجه هؤلاء وذلك في إشارة إلى قادة التحالف الذين حاولوا أكثر من مرة لقاء الصدر وجها لوجه